السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين و أشهد أن محمد عبده و رسوله صلى الله وسلم و بارك عليه و على آله و أصحابه و التابعين و على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و سلم تسليما مزيد أما بعد فأحياكم الله إخواني و أخواتي في كل مكان و أهلا و سهلا و مرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم و استفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب و الثواب كما أسأله جل وعلا التوفيق و التسديد في القول و الجواب الأسئلة كثيرة أبدأها بسؤال الأخ ناظم عبد الحميد من طاشكند يقول أنا عيش في طاشكند و على هاتف أوقات الأذان حسب أم القرى و لكن عندنا يؤخرون الأوقات مثلا أن الظهر يؤذن الساعة الواحدة في جميع فصول السنة و أنا أصلي حسب توقيت أم القرى ما عدا يوم الجمعة لكي أكون مع الجماعة هل صلاة صحيحة؟ ناظم بارك الله فيك و رضي الله عنك بالنسبة لتقويم أم القرى هل تقصد تقويم أم القرى الخاص بمكة؟ أم أن لديك تقويم اسمه تقويم أم القرى للعالم بحيث أنه يعطي كل منطقة و كل دولة و كل جهة توقيتها إذا كان تقصد توقيت أم القرى في مكة كيف يعني تصلي على مكة؟ ما يجوز يا أخي الفاضل فرق بين مكة و بين طاشكند أما إذا كنت تقصد لا تقويم أم القرى لكل دولة توقيتها و كذا نعم توقيت أم القرى ولله حمد أنا ما أعرف هل توقيت أم القرى فعلا انتشار بمثل هذا الطريقة في حدود علمي ما أدري ما عندي خبر و لذلك أخي الفاضل يجوز أما إذا تقول لا أنا على توقيت مكة الحرام هذا أنت تصلي قبل الوقت أو بعد الوقت ما يصلح هذا بارك الله فيك فتنبه لهذا يا ناظم سارة من العراق تقول أنا عندي ولد يتيم علمت على الصلاة و الصيام و كل شيء يرضي الله لما صار كبير بدأ يؤخر الصلاة شوي شوي عن وقتها من كان صغير كانت صلاة في وقتها بدأ يعني الولد تقول يحترمني و يحبني على رأسي من يدخل و من يخرج و شيء من هذا القبيل تقول يعني أنا أتألم كثير يا أختي سارة محمد من العراق أولا أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية و الذرية أختي الفاضلة يعني طبيعة الشباب هكذا يمرون بفترات فأنا أبشركي ما دام أنك ربيت ابنك تربية صحيحة و سليمة على الصلاة و على الصيام و على الصدق و على قراءة القرآن و على كذا و كذا ثم مر بفرحة مرحلة الآن لما كبر سيعود بإذن الله و هذه سبحان الله سنة الله في الشباب و الأولاد اللي اعتنى آباؤهم منذ الصغر بتربيتهم و كذا و حتى لو حصل عندهم فتور أو يعني خلل يرجعون بإذن الله أكثر له من الدعاء في صلاتك ذكريه بماضيه الجميل قوليه لك كيف كنت و كذا خبريه بأن الدنيا هذه ما تدوم لأحد و يعني كن على أحسن حال حتى تلقى الله عز وجل على أحسن حال إن شاء الله بعد طولة عمر و هكذا و حصي على زواجه بارك الله فيك إذا يعني كبر و استطعت تزوجينه زوجيه فإن الزواج يحصن الشاب بإذن الله أميرة من الكويت تقول أنا أصلي و أنا جالس على الكرسي و النوافل أمسك القرآن و أصلي فيه لكن يدي ترتجف و تهتز و هذا يشق علي هل يجوز أكمل صلاتي و أنا وضع يدي على المصحف على الكرسي أختي أميرة من الكويت الجواب نعم ما في بأس أنت الآن تصلي عن الكرسي و لما تضعين تحملين المصحف في صلاة النافرة يدكي ترتجف حطيه على الكرسي أمامك و حطي يدكي على الكرسي ما في بأس لأن وضع اليد اليمنى على اليسرى سنة في الصلاة لو تركها المصلي صلاة صحيحة و لله الحمد افعلي هذا و لا حرج عليك الأخ خالد من اليمن يقول أنا إذا نمت أحتلم و بعد النوم أجد شيء على ملابسي من أثر الشهوة هل يجب علي الإغتسال أم ماذا أخالد من اليمن بارك الله فيك الجواب نعم يجب عليك أن تغتسل كل إنسان استيقظ فوجد بللا في ملابسه الداخلية حتى لو لم يذكر احتلاما فيجب عليه أن يغتسل يجب عليه أن يغتسل أما إذا تذكر احتلاما في المنام ثم استيقظ و لم يجد شيء ما يغتسل بارك الله فيك و إنما يتوضى لأجل الصلاة أم أحمد من أمريكا تقول في سوق لمواد الغذاء الأكل يعني تقول يفتح يوم السبت و الأحد فقط اللي معه بطاقة من الحكومة تعطى للذي أصحاب الدخل المحدود يقول يبيعون له أشياء مثلا إذا كان في أربعين يبيعونه بعشرين هل يجوز هذا؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك الجواب نعم أنت ذكرت الآن سوق يفتح فقط يوم السبت و يوم الأحد هذا سوق فيه تخفيضات يعطى لأشخاص من ذوي الدخل المحدود يستلمون بطاقة يذهبون إلى السوق يعطونه نصف القيمة ما في بأس ولله الحمد و المنة لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا و لقوله تعالى وأحل الله البيع و حرم الربع هذا من البيع الجائز ولله الحمد و المنة وصفية من أمريكا تقول يعني تقول كنت مؤجرة دار لأولاد سيلفي صار يريدون يبيعون هذا الدار اتفقنا و إياهم أن نشتري هذه الدار و ذهبوا من ورائنا و باعوا الدار ثم انقطعت أخبارهم لأنهم عايشين في أمريكا تقول الآن بقي عندي أجار ماذا أفعل به خاصة ما يردون على التلفون و لا على الرسائل و لا على شيء من هذا القبيل أختي وصفية من أمريكا بارك الله فيك بالنسبة لأقاربكم هؤلاء تبحثين عنهم و تستمرين في البحث وراءهم و أيضا ممكن إذا كان هناك عندهم محمول تبعثين رسالة تقول نحن لا نريد أن نعاتبكم على مسألة بيع البيت نحن نريد أن نعطيكم الأجار فإذا قالوا لا نريد الأجار أسقطوا حقهم أسقطوا حقهم فإذا قالوا لا نريد تعطينهم تصبرين على هذا تسجلين هذا في ورقة بارك الله فيك و لا تتصدقين فيه إلا إذا يأستي وصلت مرحلة من اليأس ممكن تتصدقين بهذا المبلغ أم هاجر من اليمن تقول يعني في وحدة كانت أم مثالية و كلنا يا شيخ نشكرها على اهتمامها بأولادها لكن تقول حصل لها شيء ما ندري إيش اللي حصل بسبب الغضب من ابنتها تبلغ 14 سنة قامت بحرقها بالنار في يدها و قامت أيضا أخذت عصى و نزلتها على كوع الحمام يعني ثم تقول الآن الأم في حالة ندم شديد و تبكي و كل ما تتذكر هذا الأمر و تقول يا ليت و هي يعني أنها كانت في حلم و تصحى منه و إلى آخر يا أختي أم هاجر من اليمن قولي لي صاحبتك هذه أو لي قريبتك علي أن تتقل الأخطأت الآن لما حرقت ابنتها حرقت يدي ابنتها بالنار أخطأت و ارتكبت ذنبا عظيما فلا يجوز معاقبة الأولاد بالحرق لا يجوز معاقبة البهاعم بالحرق كيف الأولاد هذا الذنب تستغفر الله منه النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء و خير الخطاء هنا التوابون ضربت ابنها بشيء أو بنتها بعصى أخطأت تتوب إلى الله و تستغفر الله ما يجوز تبقى طوال الدهر و العمر في بكى و حزن و هم يدخل عليها الشيطان و ربما و العاذ بالله أخذها إلى طريق سيء فقولي لها الحمد لله هذه ربما تكون خير لها تكثر من الاستغفار تكثر من التوبة تكثر من ذكر الله أيضا تتعامل مع أولادها بطريقة جديدة بعيدة عن العنف بعيدة عن الضرب بعيدة عن كذا و تخبر ابنتها بأن أخطأت في حقها و أنها إن شاء الله ما تعود لمثل هذا أبدا و تربي ابنتها و قولي لها يعني تقول لها بأن ما فعلت هذا إلا خوف عليها بهذه الطريقة و وصل لي لهذا الكلام بارك الله فيك أم عبد الرحمن من من إيران تقول يعني كنت حامل و قالت لي الطبيبة الجنين ميت في بطنك لازم تجهضينه و عمره شهرين أخذتني إلى العملية و قالت الطبيبة أنه أشرف على العملية أنه أشرف على العملية و تقول رأي الطبيب دخل الغرفة غرفة العملية و أنا قلت لها لا أريد رجل يدخل غرفة العمليات و أعطتني التخدير الكامل بعدها لا أعرف شيء هل علي شيء؟ أختي أم عبد الرحمن من إيران ما عليك شيء ولله الحمد و المنة أنت الآن قلت للطبيبة ما أبغى رجل يدخل علي الطبيبة أكيد التزمت هذا الشيء أكيد لكن لو افترضنا أن حالتك ساءت في العملية و أعرف أنا بعض المستشفى تقول لابد من تدخل الطبيب لابد من تدخل طبيب أو تدخل جراح أو تدخل كذا أنت ما عليك ذم هذه ضرورة ولله الحمد والضرورات تبيح المحذورات فما في داعي تحبسين نفسك بمثل هذا التفكير اللي ما لقيمة و ما لرصيد من الواقع يعني اعتبري بأنه ما دخل عليك رجل أنت ما شفت شفت رجل مر يعني هل هذا دخل عليك في العملية اعتبر أنه ما دخل عليك و ما في داعي تفتشينه و تسألين و تراجعين الطبيبة استمر في حياتك بشكل طبيعي و اترك هذا الأمر عبد الله من سوريا يقول هناك شخص من أقربائي كلنا نعرف أنه يرتكب المعاصي و يجاهر بها ما عنده مشكلة الزنا و النصب الاحتيال الظلم لأهله و زوجته و أولاده يعزف على آلة العود يغني إلى غير ذلك يشرب الكحول الكحوليات يقول يصلي أيضا و يصوم يصلي و يصوم و إذا أراد أن يتصرف بشيء غير مألوف أو فيه ظلم يقول إن الله أوحى له بذلك جاء الوحي و أخبره بذلك و إذا حصل معه شيء جيد يقول إنه يملك اسم الله الأعظم لهذا دعاه مستجاب و سألنا ما هو اسم الله الأعظم يقول هذه كرامة من الله لا أخبر بأحد يعني يسأل يقول ما حكم مثل هذا النوع عبد الله بارك الله فيك هذا رجل نعم صحيح يوحى إليه لكن ليس من الله إنما من الشيطان هذا إبليس يوحي إليه قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم لأن الوحي قطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم أي إنسان يقول والله أنا يوحي إلا إليه هذا دجال هذا كذاب هذا مفتري هذا يحذر منه أي إنسان يقول والله أنا يوحي إلا إليه هذا دجال من الدجاجلة و لذلك على الناس أن يتقوا الله و أن يصحيه عقائدهم و أن لا يصدقوا مثل هؤلاء الدجاجلة الكذابين المفترين على الله الكذب هؤلاء الشياطين توحي إليهم الأمر الآخر ما يتعلق بقضية ما ذكرت من مسألة أنه عنده اسم الله الأعظم هذا كذب أيضا هذا غير صحيح اسم الله الأعظم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام موجود في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي والقيوم و موجود في سورة طاه الله أيضا لا إله إلا هو الله اسم الله الأعظم هو لا إله إلا الله أو الله أو الحي القيوم أو ذا الجلال الإكرام على خلاف بين العلماء وهذا لا يتميز به أحد دون آخر ربما عجوز أمية عامية تقية تدعو الله بهذا الاسم فيستجيب الله لها ما يتميز به شخص عن آخر ولذلك هذا الإنسان علي أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله ولا ينفع هذا الكلام عند الله لأنه هو هو يعلم بأنه كذاب ولذلك احذروا هذا النوع وهذا الصنف من الناس الذين يمارسون مثل هذه القاذورات ويقولك والله لا أنا الله أنا وصلت إلى مرحلة خلاص رفعت عني التكاليف أو أن الله ما يسألني أو أن الله يوحي إلي افعل الزنا اشرب الخمر هؤلاء يفترون على الله الكذب والويل لهم والله جل وعلا قال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أبو فارس من سوريا يقول إذا واحد نسي يسجد سجد السهو خلص الصلاة ماذا يعمل أبو فارس من سوريا بارك الله فيك إذا انتهى الإنسان من الصلاة ثم تذكر بأنه لم يسجد سجد السهو لواجب تركه أو لركن أتى به ولكنه ما أسجد لسهو يسجد بعد الصلاة ما في بأس حتى لو دخلت عليه صلاة ثانية ممكن يسجد لسهو بعد ذلك شام مقيمة في الإمارات الأخت شام مقيمة في الإمارات تقول يعني صار لي فترة طويلة أدعو الله بدعاء معين يعني تقريبا من سبعة أشهر لكن لم يستجب الله دعائي الحمد لله وحاليا صرفت نفسي عن هذا الدعاء ولم أعد أطلبه من الله وهو الدعاء الدنيوي ولكن لا أعلم إن كان خير أمشر لي فهل يستجيب الله لدعائي بعد هذه المدة وبعد أن صرفت نفسي عن هذا الدعاء رغم الحاحي السابق شام بارك الله فيك أولا لا يجوز لي الإنسان أن يتعامل مع ربه بمثل هذه الطريقة أدعوك فلازم تستجيب لي أو الله طولت علي أو مثلا ما تحقق دعائي هذا ما يجوز التعامل مع الله هذا التعامل مع البشر إذا وعدت إنسان أو لوعدك إنسان وأخلف قولي لهذا الكلام الله عز وجل هو الذي بيده الأمر ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره وتقديره وأن الله عز وجل استجيب دعاء العبد استجاب الله دعائك أنت ما تدرين أصلا يقول جل وعلا وقال لربكم ادعوني أستجب لكم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي و الإنسان إذا دعا ربنا جل وعلا إما أن يستجيب دعاء الذي طلبه وإما أن يدخل له مثل هذا الدعاء يوم القيامة يجد هذا الأثر العظيم للدعاء وإما أن يصرف عنه من السوء مثل هذا الدعاء و لذلك أنت قد يكون صرف الله عنك سوء قدره عليك أنت ما تدرين فالمؤمن يحسن الظن بربه ما في مسلم يدعو الله بدعوة و قد توفرت شروط قبول الدعاء و انتفت الموانع ما في مانع يعني من عدم قبول الدعاء فالله يستجيب له و الاستجابة مثل ما ذكرت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يستجيب له حالا أو مآلا يعني في الوقت نفسه أو بعدين الأنبياء دعوا الله سنوات طويلة استجاب الله دعاهم يمكثون سنوات فيستجيب الله و هم أنبياء الله عز وجل أو يصرف الله من السوء العظيم الذي لو اطلعت على القدر لقولت الحمد لله ما أريد هذه الدعوة الدنيوية أن يستجيب الله الحمد لله ليصرف عني هذا السوء أو يدخر الله عز وجل أجر هذه الدعوة يوم القيامة و تكون في ميزان حسناتك فيا أخت الفاضلة لا تيأسين من روح الله و أحسن ظن بالله و تعاملي مع الله بأدب لا تقول والله دعوت ما استجاب سبع تشهر في ناس يدعون سنوات خمسي أربعين سنة و ثلاثين سنة يدعون الله فيستجيب الله عز وجل لهم بعد ذلك أخت عبده من اليمن تقول هل يجوز أن نصلي الفجر و أبي راقد علما أن أبي إذا قام لي الصلاة يسبب لنا المشاكل و أمي مريضة ما تتحمل المشاكل ماذا يجب علينا أخت عبده بارك الله فيك من اليمن يعني فهمت من سؤالك بأنكم تذهبون تصلون الفجر و لا تيقضون الوالد لأن إيقاظكم الوالد يسبب لكم مفسدة كبيرة فهل تدرؤون المفسدة بتفوية المصرحة مثلا هذا اللي فهمت من سؤالك أخت الفاضلة ليش ما تنصحون الوالد تقولوا له مثلا الوالد ألا بدكر الله تطمئن القلوب إذا سمعت ذكر الله و رحت للصلاة المفترض أن ينشرح صدرك و يطمئن قلبك و تلين أخلاقك و عريكتك و تصبح تعيش أجواء إيمانية قولي للوالد هذا فإذا فعلا الوالد ما استجاب و إذا أيقتوه يعني يستيقظ فيسبب مشاكل عليكم لا اتركوه لأنه هو المكلف أصلا الوالد هو المكلف يوقظكم و لستم أنتم اللي توقظونه لكن مدام أن يسبب لكم مفاسد و تخشون على والدتكم لا اتركوه هو ليدبر عمره ريم من العراق تقول حديث هدايا العمال غلول هل ما بين الصديقات في الوظيفة الحكومية من باب التهادي بالمناسبات و المحبة و الصداقة هذا حرام علما أن هذا متعارف عليه شيء طبيعي في مجتمع الوظيفة و لا يوجد قانون يمنع ذلك بشكل صريح و ليست الهدية لأجل مصلحة و إنما عن حب و مودة أختي ريم من العراق طبعا هدايا العمال غلول مقصود العامل الموظف فيأتي شخص فيهدي للموظف هدية هذا محرم النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول يعني خيانة خيانة أما الهدايا بين الموظفين يعني أنتم في مكتب واحد عندك زميلات في المكتب صديقات و بينكم مودة تهدون بعض ما في شيء هذا ما لا علاقة هذا ليس له علاقة خاصة إذا كان بينكم تهادي قبل الوظيفة مثلا أو نشأت صداقة بينكم في الوظيفة أصبحت صداقة و تهدون لبعض و لا يقصد بها شيء معين بحيث أنه والله تنجز لكم معاملة بطرق غير قانونية و غير شرعية و غير نظامية ما في بأس هذا بين الموظفين لكن أن يقبل الموظف من شخص مراجع هدية هذا هو المحرم أو مثلا يتقرب الموظف إلى المدير المسؤول بهدية هذا الذي لا يجوز لماذا؟ لأن هذه الهدية لهذا المدير ستنزل نفسه الكبيرة فتصغرها فيصبح هذا هذه الهدية تصبح سبب من أسباب ظلمه و سبب من أسباب عدم إعطاء الحقوق لبقية الموظفين لكون هذا الموظف جاب لهدية و ذاك ما جاب لهدية ربما يرقيه ربما يعطيه امتيازات معينة على حساب الآخرين لأن هذا جاب لهدية هذا المعنى أما أنتم في طبقة واحدة في موظفي صديقات و زميلات ما في بأس بينكم بارك الله فيك أنور الشريف من هولندا يقول هل ينجس المسلم إذا شرب الخمر أو بعبارة أخرى هل يصبح جسده نجسا إذا تناول الخمر فقد سمعت حديث أن المسلم لا ينجس أنور الشريف من هولندا بارك الله فيك بالنسبة للمسلم إذا شرب الخمر فإنه لا ينجس لا ينجس المسلم إذا شرب الخمر و ما ذكرته ما أشرت إليه من الحديث نعم حديث صحيح المسلم لا ينجس ولذلك هو ارتكب محرم لكن بدنه لا ينجس بدنه لا ينجس وإنما الواجب عليه إذا صحى أن يتوضى لأن عقله قد غاب حتى يصلي بارك الله فيك محمد من ليبي يقول هل المرأة المطلقة عليها عدة الجواب نعم يا أخي الفاضل المرأة المطلقة التي دخل عليها زوجها تعتد بثلاث حيض و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ تعتد بثلاث حيض فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة و إذا كانت المرأة لا تحيض فإنها تعتد بثلاثة أشهر لأن كل شار في مقابل حيضة أما إذا كانت المرأة المطلقة طلقت قبل الدخول عقد عليها زوجها عقد عليها لكن ما دخل بها فطلقها بانت منه بينونة صغرى لها نصف المهر و ليس عليها العدة بارك الله فيك نسرين محمد مرعي من مصر تقول أريد أعرف هل تنعقد الجماعة بالأم و بنت واحد عمره عشر سنوات أو بنتين عشر سنوات و ست سنوات نسرين بارك الله فيك تعلمين أخت الفاضلة بأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة لكن إذا أرادت أن تصلي الجماعة نعم تنعقد بواحد فلو قامت معك بنت عمره عشر سنوات أصبحتم جماعة و لله الحمد و المن أصبحتم جماعة و لله الحمد و المن في القول الراجح لأن من العلماء من يقول الجماعة تنعقد بالبالة لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين و اضربوهم عليها وهم أبناء عشر و لذلك اللي في هذا السن تنعقد به الجماعة فإذا حبيت تصلي الجماعة في البيت مع بناتك جائز و لله الحمد و المن أم عبد الله من اليمن تسأل تقول هل يجوز نشر الصوت امرأة توفيت و هي تقرأ القرآن بنية الصدقة أختي أم عبد الله من اليمن بارك الله فيك يعني ينبغي للناس أن يهتموا بما ينفع الميت لا بما يضر الميت ولا بما هو مختلف فيه فيما يتعلق بيعني الأمور التي قد يتضرر بها الميت أو لا يتضرر فلذلك أترك هذا الأمر بارك الله فيكم المتوفى هذه بين يدي الله و لا يخفى بأن المرأة يعني في حياتها ينبغي أن تكون في حال بعيدة عن إسمع الرجال صوتها إلا لحاجة مثلا و كذلك عدم الخضوع بالقول و شيء من هذا القبيل و ما في داعي أختي الفاضلة الميت يصله الدعاء دعائكم و الصدقة هذا الذي يصل ميت أما الصوت المرأة التي سجل على شريط مثلا أو قرص ثم يوزع على أن والله هذا صوته قد توفيت فابتعدوا عن هذا بارك الله فيكم عبد الرحمن يقول أنا سوداني في فرنسا أقيم في فرنسا يقول تعرفت على فتاة سودانية أيضا من أهلي عفوا يقول تعرفت على فتاة سودانية أرسلت أهلي إلى أهلها من أجل التقدم للزواج و كان والدها موافق و والدتها رافضة مكثنا سنة كاملة لإقناع والدتها ما نجحنا حتى أن والدها تغير غير رأيها وأصبح غير موافق الفتاة تريد الزواج وأسباب الرفض بأنني لست من نفس القبيلة فهي تفضل والدتها تفضل أحد من أسرتها يقول هل يمكن أننا نتزوج من غير ولي يقول هل يمكن أن نتزوج من غير ولي على أحد المذاهب الفقهية مع العلم أننا في دولة غير مسلمة و اتخذنا هذا القرار خوفا من الوقوع في الفاهشة عبد الرحمن بارك الله فيك و رضي الله عنك لا يجوز لك أن تعقد على هذه المرأة من غير رضا وليها لأن النبي صلى الله عليه وآله سلم قال لا نكاح إلا بولي و لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي ممرأة نكحت نفسها من دون إذن وليها فنكاحها باطل 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 فاتق الله في هذا البنات كثر و لله الحمد سواء في السودان و في غير السودان الدنيا ليست متوقفة على هذه الفتاة فإذا كان أهلها رافضين رفض قاطع أن تتزوج يحرم عليها أن تتزوج من غير إذنهم و لا يجوز لك و النكاح باطل يا أخي الفاضل لا ترتكب خطأ تندم عليه حياتك كلها اذهب بنفسك و زر أهلها هناك ربما إذا رأوك اقتنعوا فيك و أقول لهم أنا أريد أن أستر على ابنتكم و أيضا البلد يعني منفتح و نخشى على أنفسنا و شيء من هذا القبيل و حاول تقنعهم إن وافقوا الحمد لله ما وافقوا الحمد لله البنات كثر الدنيا ما توقفت على هذه الفتاة يا عبد الرحمن بالنسبة لك بارك الله فيك و رضي عنك أم نورهان من اليمن تقول توفيت أختي أول رمضان و هي لم تكن مريضة كيف بالنسبة لي يعني الصيام هل يجوز أن نقضي الصيامة أو ليس عليها الصيام أختي أم نورهان بالنسبة لأختك هذه بارك الله فيك إذا كانت أول يوم من أيام رمضان توفيت في أول يوم ما عليها صيام ولا عليها إطعام ولا عليكم شيء من هذا القبيل أما إذا كانت لا مضى أيام من رمضان و ما صامت لسبب مثل عذر الشهري للمرأة و ما صامت هذه الأيام ثم جاءها الموت اتصل الموت بهذا العذر ما عليكم ولا عليها شيء فمحصلة القول أنه ما عليكم صيام بالنسبة ما على أختكم صيام و لا عليكم أن تقضوا عنها لأنها غير مكلفة ماتت و ما يعني دخل عليها أيام الصيام أنت ذكرت في سؤالك أول رمضان يعني كان أول ليلة فما كملت اليوم إذا ما عليها الصيام ولا عليكم قضى بارك الله فيكم أم عمران من سوريا تقول عمري 43 سنة لم أقضي ما علي من صيام رمضان تقريبا من 20 سنة و أنا أقضي كل سنة شهرين منذ سنتين يعني قضيت أربعة أشهر من سنتين هل يكفي مع العلم أنني أقضي عن كل عام تقريبا خمسة أيام لأني لا أعلم بالضبط كم يوم كنت أفطر بسبب الدورة الشهرية أختي أم عمران بارك الله فيك من سوريا إذا كنت والله وصلت إلى قناعة بأن والله الأربعة أشهر هذه لقضيتيها الحمد لله أتيت بالأيام الواجب عليك الصيامها و زيادة تكتفين بهذا بارك الله فيك لكن إذا كنت قد تعودت على الصيام كملي الأثنين والخميس والأيام البيض و احتسبيها يعني أجر احتسب الأجر و ستنالين الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى لأن الصيام عبادة من أجل العبادات فإذا تقوموا والله أنا أعتقد بأني أديت القضاء كاملا خمسة أيام عن كل سنة يكون الحمد لله قد انتهيت من مسألة القضاء الأخت أم رنى أو بنت اليمن عفوا بنت اليمن تقول ما حكم أو ما الفرق بين النميمة و الذمامة يا بنت اليمن بارك الله فيك يعني النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد نقل الكلام على جهة الإفساد ولو كان الكلام صحيح يعني شخص مثلا امرأة قالت فلانة مثلا كذا و هذا الأمر فيها صحيح فلما تأتين أنت تنقلين هذا الكلام لفلانة أصبحت نمامة و الفال بعيد عنك إن شاء الله و النمام لا يدخل الجنة قال علي الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام الذمامة ما أدني ماذا تقصدين بالذمامة يعني هل قضية يعني ما أخذ من الذم قد يكون النميمة هي الذمام و قد يكون لا الذمامة هي المسبة و أنا ما أدري عن هذا بارك الله فيك أمت الله من سوريا طبعا أمت الله أسأل السؤال طويل تقول يعني أنا تراودني أسئلة كثيرة و أخشى على نفسي من الضلال تقول أصلي و أقرأ القرآن و أقوم الليل و أذكر الله كثيرا لكن تقول هي في واقعنا و حوالنا أشياء كثيرة و أسئلة ما نجد لها جواب و شيء من هذا القبيل رسالة طويلة و أنا حقيقة ما أقرأ رسائل الطويلة لكن لكون هذا السؤال متكرر يعني أن أخذ أمت الله من سوريا و فيه كثير من الناس يعني أرسل مثل هذه الأسئلة أختي الفاضلة بارك الله فيك أولا يجب على الإنسان أن يحمد الله على نعمة الإسلام لأن والله نعمة من أعظم النعم ما تقدر بثمن قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام و من يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء و النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب و من لا يحب أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب فأنت مسلمة إذن يحبك الله عز وجل لأنه أعطاك الدين جاءك الدين من دون تعب من دون نصب من دون فتنة الدين عندك و لله الحمد و ردتيه و هذه نعمة من نعم الله الصحابة جاهدوا و تعبوا و حصلوا على هذه الدين بعد عنا و تعب و هذه مننا من الله سبحانه وتعالى فأنت عندك جوهرة ثمينة جوهرة الإسلام جوهرة الإيمان هذه من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان الأمر الثاني ما يتعلق بقضية التساؤلات وجود ظلم وجود كذا وجود كذا و من قال لك يا أخت الفاضل أن هذه الدنيا هي الجنة مثلا اللي نعيمها دائم و ظلها اللي لا نصب فيها ولا وصب ولا تعب ولا هم ولا حزن هذه الدنيا اسمها دنيا لأنها دنية لأنها دنية و النبي عليه الصلاة والله قال الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله و ما و له فأنت تتساءلين تقولين طيب ليش يحصل هذا الظلم ليش هذه الحروب من قال لك بأن هذه الدنيا أصلا لا بد أن تكون صافية طبعت على كدر و أنت تريدها صفوا من الأقذاء و الأكدار و مكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار أنت كأنك تريدين أن تستخرج من النار ماء و هذا ما يصرح هذه الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهُ و أعطيك باختصار يعني يختصر لك القضية هذه الأنبياء ما منهم أحد إلا و ابتلي ما من أحد من الأنبياء إلا و ابتلي و افتتن و منهم من قتل منهم من أوذي منهم من أوذي في أهله منهم من شرد عن بلده و وطنه الأنبياء اليوم صفوة الخلق يعني ماذا نقول نحن عن أنفسنا الأنبياء اللي صفوة الخلق اللي اختارهم الله لرسالته و أوحى إليهم شوف نبينا عليه الصلاة و السلام يختبع في الغار و يحاولون اغتياله و ما تركوا وسيلة ولا حيلة إلا بذلها للقضاء عليه فالله حفظه أمر آخر هذه الابتلاءات سنة من سنن الله الكونية و لذلك بعض الناس الآن للأسف الشديد قراءته قراءة عند محل قدمه يعني شوف مثلا وضع المسلمين مثلا و كأنه يقول مدام وضع المسلمين كذا يعني إذا نحن على غير الحق غير صحيح نحن مرضنا بفترات سدنا العالم فيها العالم استفاد من خبرتنا و من علومنا و ما عند الآخرين من التقدم و الحضارة هذا كله لأسس أهل الإسلام و الأيام دول و لذلك اقرأ التاريخ كثير من الأمم هذه مرت بمراحل هناك أمم و هناك تاريخ أصبح الآن ركام في كثير من دول العالم ركام نمر عليه ركام بينما حضارات حضارات يقول جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وينها الآن و أين هي و فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد و أكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب اقرأ سورة الفجر و الفجر و ليال عشر و الشفع و الوتر و الليل إذا يس هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد راحت وين أصبحت ركام أصبحت أثر بعد عين أثر بعد عين فقضية المقياس هذه أخت الفاضلة ما يصلح أمر آخر قوي عقيتك و إيمانك أطلبي العلم الشرعي تقفين على قمة الحقيقة و تفسرين الأشياء تفسير صحيح شرعي إيماني بعيد عن مثل هذه المغالطات و لذلك العلم الشرعي عمود فقري بالنسبة لثبات المسلم خاصة علم العقيدة الصحيحة اقرأ التاريخ اختربي و التصقي بسيرة النبي عليه الصلاة و السلام تخرجين بفوائد كثيرة و عوائد أثيرة يعني تحصلين بركاتها على عقلك و فهمك و دينك و إيمانك فأسأل الله لك الثبات و أنا ما أحببت أن أطيل لكن للحاجة إلى مثل هذا السؤال و هذا الموضوع يعني أشرت باقتضاب و إلا الجعبة ملأة و النفس يعني مندفعة للحديث أكثر لكن وقت البرنامج ضيق و يعني يرسلون لهم حق أيضا علينا يا أخت الفاضلة و إن شاء الله يعني تبشرين بعد ما تقرأين و تتوسعين و فعلا تقفين على سنن الله الكونية في الخلق و العباد تنشرح صدرك إلا أن اليوم القيامة ستبعثين وحدك وحدك ستبعثين هؤلاء كل اللي و ما تنفع هذه الأفكار و لا تنفع هذه الأشياء يوم يفر المرء من أخيه و أمه و أبيه و صاحبتي و بنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغني و لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كل واحد هاي يقول بعدين و الله فلان هو الذي لقنني فلان هو الذي أظلني هذا ما ينفع يوم القيام تلعن كل أمة أختها كل واحد يتبرع حتى إبليس إبليس يتبرع بعد ما يوصل الإنسان إلى الضلال يقول ما أنا بمصرخي يقول ما أنا بمصرخكم و ما أنتم بمصرخي يتبرع من أتباعه كذلك الذين يمارسون الإضلال لما يصير تراشق بينهم و بين الضعفة أنتم أظللتمون و قالوا ما و يقولوا و ما كان لنا عليكم من سلطان ما حطينا السيف على روس و قلنا لكم والله أكفروا ألا الحدوب الله عز وجل أنتم اخترتم هذا الشيء فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك عودي إلى رشدك اتقي ربك و هذا الرسالة ليست لأخت أمة الله فقط من سوريا بل لكل من عنده مثل هذا الوسواس و عنده مثل هذا الهاجس و عنده مثل هذه القراءة المغلوطة لدين الإسلام و للواقع اللي يعيش أم إياد من العراق تقول يعني إذا قرأنا أذكار الصباح أو أذكار المساء عفوا قبل المغرب ثم نصل للمغرب هل نقرأ مرة ثانية آية الكرسي و المعوذات ثلاث مرات أو مرة واحدة أختي أم إياد بارك الله فيك في فرق بين أذكار المساء و في فرق بين أذكار الصلوات أذكار المساء فيها قراءة القواقل الثلاثة ثلاث مرات قلوا الله أحد ثلاث مرات قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات بالنسبة لأذكار الصلاة بعد المغرب هذه أذكار متعلقة بصلاة المغرب تأتي بالأذكار طبعا بالتسبيح و التكبير و الحمد ثم تقرأين آية الكرسي مرة واحدة قلوا الله أحد مرة واحدة قل أعوذ رب الفلق مرة واحدة قل أعوذ رب الناس مرة واحدة هذه للصلاة فما تكررنا ثلاث مرات بارك الله فيك و رضي عنك أم زينة من الموصل العراق تقول أنا استودعت ثلاث ملايين دينار عراقي في مصرف أهلي في عام 2013 2014 و عنده سقوط الموصل بيد الإرهابيين على سرق هذا المبلغ ما سرق من أموال البنك و إلى الآن لم أستطع استرداد المبلغ ولا أعلم إن كنت أستطيع أم لا أستطيع استرداد سؤالي هل تقع علي الزكاة عن هذا المبلغ طوال هذه السنين علما أني دفعت الزكاة في العام الحالي فقط إذ كنت أجهل ذلك أم زينة بارك الله فيك من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك الملك المال أنت ما تملكين المال المال الآن في مهب الريح الآن المال سرق ما تملكين المال فما عليك الزكاة يا أخت الفاضل و إذا أحد أفتاك قالك طلع الزكاة أخطأ إذا كان اجتهاد منك هذا ما رده إليك اللي أخرجته صدقة و ليس زكاة اللي أخرجته صدقة و ليس زكاة فأسأل الله تعالى أن يرد لك مالك و سأل الله عز وجل أن يجعل يعني هذا الأمر الذي حصل لك سبب من أسباب دفع البلاء عنك و عن أسرتك لكن عمو من أخت الفاضل إذا رجع لك المال من جديد و قبضته تستقبلين به سنة جديدة ما تزكين عن الفترة من 2014 أو 2013 إلى الآن ما تزكين بارك الله رشيد من فرنسا يقول أنا أعيش في فرنسا و عند دخول وقت الصلاة و أنا في المصنع لا يمكنني تأدية الصلاة باطمئنان إلا في السيارة هل صلاتي مقبولة؟ رشيد بارك الله فيك يعني قضية الاطمئنان في الصلاة ركم من أركان الصلاة الطمأنينة في الصلاة ركم من أركان الصلاة و لا تصح صلاة مصل إذا لم يطمئن إلا إذا كان عاجزا إلا إذا كان عاجزا السؤال لماذا لا تطمئن إلا في السيارة؟ هل تخاف إذا صليت مثلا في المصنع بأنك تعاقب أو تسجن أو مثلا يعتدى عليك؟ الجواب نعم صلي في السيارة إذا تقول لا والله أنا أشوف راحة أرتاح في السيارة هذا غلط إلا إذا كانت السيارة كبيرة بحيث أنك تقف في السيارة تقف مثل بعض الشاحنات يصلي في الخلف مثلا يجوز لك أن تصلي في السيارة أو في أي مكان و لله الحمد و المنه أم أسامة من ليبيا تقول هل يصل لها قراءة السورة في الصلاة من غير البسملة؟ الجواب نعم يا أم أسامة أم أسامة يجوز للإنسان أن يقرأ سورة من سور القرآن و لو لم يبس مل فالصلاة و في خارج الصلاة فالصلاة و في خارج الصلاة فالصلاة صحيحة و لله الحمد و المنه أم علي من السعودية تقول أمي الله يرحمها كانت تأخذ من الضمان الاجتماعي و قبل استلامها المبلغ توفيت ذهبت أنا و استلمت المبلغ عنها بصفته أنا هي يعني كذب عليهم أخذت المبلغ لأنه كان الفلوس نازلة لها و كان إخواني محتاجين لأنها تنزل سنويا لها ماذا علي إذا كنت ما أدري هذا حلال و حرام بعد ما كبرت فهمت هل علي شيء و المبلغ الذي أخذناه توزع علينا كلنا القصر من أخذ المال لأنهم إذا عرفوا أنها ماتت رفعت الفلوس و لا تنزل إلا السنة الجاية و ليه إخوان أعولهم أختي أم علي بارك الله فيك من السعودية إذا كان النظام الموجود نظام الشؤون الاجتماعية أن المرأة نزل إذا المرأة إذا توفيت و قد نزل المبلغ في حسابها بعد مضي فترة من الزمن نعم هذا جائز و حلال لكم و لله الحمد و المنه أما إذا كان العكس و هذا اللي فهمت من سؤالك أنه لا مدام أنها توفيت حتى لو دخلت عليها السنة أو بقي مثلا أيام هذا يرجع إلى الضمان الاجتماعي هذا لا يحل لكم و هذا كذب و أنت فيما فهمت من سؤالك أنك تجهلين هذا الأمر تستغفرين الله و تتوبين إلى الله سبحانه و تعالى و إذا استطعت تتصدقين بهذا المبلغ أهم شيء أنكم بلغتم الضمان الاجتماعي بأن والدتكم قد توفيت حتى لا يستمر المبلغ و أعتقد بأنكم كما أفهم أخبرتوهم بهذا يبقى قضية إذا عندك قدرة مالية طلعي هذا المبلغ صدق إذا ما عندك قدرة مالية ما عليك شيء بإذن الله سبحانه و تعالى أمت الله من إيطاليا تقول أنا ما كنت أعرف أن الزكاة واجبة حتى أصبحت أتابع البرنامج الحمد لله برنامج فتاوى كنا نجهل الكثير ثم الحمد لله تعلمنا تقول هل علي الزكاة و كم يجب إخراج على المليون يورو يا شيخ يعني لأنني في حيرة و ذكرت طبعا كيف يعني مسألة يعني الزكاة تقول ما عرفت أختي أمت الله من إيطاليا بارك الله فيك و زادك الله علما و حرصا و ثبتك الله أختي الفاضلة الزكاة واجبة كل من ملك مال و بلغ النصاب و حال الحول عليه 12 شهر قمري و جبت فيه الزكاة و جبت فيه الزكاة الزكاة ربع العشر و أنا لما ذكرت أنت ذكرت طبعا فيه تتم السؤال لأختي أمت الله في قضية الأربعين تقول كيف أقسم أنا أسهل للناس الآن ما في أحد إلا عنده محمول عنده حاسبة موجود فيها الحاسبة أي مبلغ عندك تضعين في الحاسبة ثم تقسمين على أربعين الأربعين هذه هي ربع العشر أربعين تخرج النتيجة تخرج الزكاة عندك مليون أورو مليون أورو إذا قسمتها على أربعين يطلع خمسة وعشرين ألف أورو خمسة وعشرين ألف أورو عندك مئة ألف تقسمين على أربعين يطلع ألفين و خمسمية بهذه الطريقة بارك الله فيك فأنت الزكاة واجب عليك و بالنسبة للسنوات الماضية لا تسقط عنك لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم فمدام عندك المبلغ و بلغ النصاب و حالة على الحول كل السنوات هذه يجب عليك أن تخرجي الزكاة بارك الله فيك موسى من الأردن يقول أنا أعاني من مشكلة منذ ثلاث سنوات بالنسبة لعدم التحكم بعد البول يقول راجعت المستشفى وأكثر من دكتور أخصائي يقول لي بأن المشكلة موجودة يعني لهذه اللحظة تعبت ما العمل يعني في مسألة الصلاة أخوي موسى من الأردن بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفى و العافية طبعا هذه المشكلة ليست أنت الوحيد في هذا العالم الذي عندك هذه المشكلة كثير من الناس يعانون من هذه المشكلة لكن الناس على قسمين في قسم عنده سلس بول سلس البول هذا خروج أكرمكم الله جميعا البول من غير تحكم ما يستطيع إنسان يتحكم فيه و يخرج باستمرار يخرج باستمرار هذا يسمى سلس البول في ناس لا عندهم أحيانا بعد قضاء الحاجة بعد جهد و عمل يحصل قطرات من البول هذا لا يسمى صاحب سلس بول لا يختلف صاحب السلس البول معذور إذا أردت أن تصلي تتوضى طبعا تستنجي وتتوضى طبعا تضع شيء يحفظ بدنك و ثيابك من نزول شيء من البول ثم تصلي حتى لو نزل عليك و أنت في الصلاة لأنك معذور و هذا ليس باختيارك و لا بإرادتك فاتقوا الله ما استطعتم أما إذا كنت من الصنف الثاني أحيانا تجد قطرات بعد ما تنتهي من قضاء الحاجة بعد ما تبذل جهد معين مثلا لا هذا يجب عليك أن تتنظف تنظفا كامل بمعنى تستنجي و الفقهاء ينصحون باستعمال الماء البارد لأن هذا يعني يسهم إسهام كبير في انقباض العضلات و عدم استدرار البول بارك الله فيك ثم بعد ذلك تصلي المسألة سهلة يا أخي الفاضل فأنت من أي الثريقين فأنا أعطيتك الآن الجواب على الحالة أحمد المسكين من سوريا يقول أنا عمري 73 سنة أيضا ما يزبط معاي البول و شيء من هذا القبيل أخوي أحمد المسكين من سوريا لعلك سمعت جوابي على الأخ موسى من الأردن قبل قليل فإذا كان عندك البول عندك مرض سلس البول ما يتوقف أبدا أبد المسألة سهلة ولله الحمد تستنجي ثم تضع شيء حتى لا يسقط على ثيابك و بدنك وبقعة الصلاة وتصلي حتى لو نزل عليك أثناء الصلاة لأن هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك و كذلك النوع الثاني واعتقد بأن لا هذا لأن واضح من سؤالك و سؤالك طويل أيضا واضح بأن عندك سلس بول أما إذا كنت قطرات فقط لا هذا تتوضى لكل صلاة وتتنظف و تنتبه و تستعمل الماء البارد كما نصحت الأخ موسى محمد من فرنسا يقول هل يجوز للإمام أن يطرد الأطفال من الصف الأول الجواب لا كيف يطرد الأطفال من الصف الأول هل هذا أسلوب شرعي للإمام أنه يطرد الأطفال و ينفرهم عن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح إذا سمع صوت الأطفال في المسجد مر من المرات خف في الصلاة لما سمع صراخ الطفل رحمة بأمه عليه الصلاة و السلام و اعتذر لأصحابه رحمة بأمه مر من المرات لما حمل الحسن أو الحسين في الصلاة و وضعه عند قدمه فلما سجد أطال السجود حتى أن بعض الصحابة خاف على النبي عليه الصلاة و السلام لأنه ليس من عادته أن يطيل هذه الإطالة فرفع رأسه ثم سجد فاعتذر النبي عليه الصلاة و قال إن ابني هذا ارتحلني يعني الولد صغير يلعب فركب على ظهر النبي صلى الله و سلم و هو ساجد فأطال السجود مره على المنبر وجد أيضا الحسن أو الحسين دخل المسجد يتعثران في ثوب أو يتعثر في ثوب فنزل من المنبر و حمله على يده و صعد المنبر و قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة كيف يطرد الإمام الأطفال من المسجد بدل ما يفرح بدل ما يسر قلبه بهؤلاء الأطفال هذا أسلوب خشن و غليظ ما يليق بإمام المسجد أن يفعل مثل هذا الأمر و إنما يتلطف معهم و ممكن يجلس معهم بعد الصلاة و يقول لهم ما رأيكم لو صليتم في الصف الثاني ما رأيكم لو صليتم في الصف الثاني لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام و النهى أو يلقي كلمة على الآباء و يثني على هؤلاء الأولاد في فرنسا نتمنى الأولاد يصرون المسجد نتمنى يعني يحافظون على دينهم يقوم و يطردهم هذا كلام حقيقة مزعج و مؤلم و لذلك ذكروا هذا الإمام بالله و خوفوا بالله و قولوا له ربما هذا الطفل إذا رأى مثل هذه الغلظة و الخشونة ربما ترك الصلاة بالكلي بل الواجب عليه يأتي لهم بهدايا يحفزهم يعطيهم بعض الكلمات اللي ترفع من معنوياتهم تحببهم إلى الصلاة ذكروا بالله و خوفوا بالله و لو صلى الطفل في الصف الأول صلاة صحيحة و لله الحمد و المنة بشرة من الجزائر تقول تزوج من ثلاث سنوات من رجل يعني مستقيم ذكرت عقيدة و منهجة و كذا تقول و ما زلت بكرا لم يدخل به يعني هو فقط يستمتع من دون الجماع تقول ما حكم ذلك في الإسلام أختي بوشرة بارك الله فيك ما أدري يعني إذا كان زوجك عنده عجز مثلا ما يستطيع أن يقرب النساء لا بد أن يفصح لك هذا لا بد أن يفصح لك بهذا لأن هذا عيب يرد به النكاح فإذا كان عنده هذا العيب قبل العقد فهذا غش و خديعة و كذب و لذلك يتحمل ما يترتب على هذا الأمر و لك الحق الكامل في طلب الفراق لأن طلبك الطلاق بسبب الأمر الثاني إذا كان لا هو عنده قدرة لكنه هكذا غير عارف للأمور و غير فهم استنطقي قولي له خير يعني الحياة الزوجية يعني من مقاصد هذا الأمر أن يحصن الإنسان فرجه فإذا أبدأ لك عذر مقنع هذا راجع لك إذا لم يبدأ لك عذر يعني لك الخيار الكامل أن تبقين معه على هذه الحالة ولد فارقينه و إذا فارقتي فارقتي بحق و ليس بباطل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي ممرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس هذا هو هو هذا من أعظم الأسباب أن الزوج يمتن عن زوجته بمثل هذه الصورة و ما زالت الزوجة بكر في مشكلة عند زوجك و لذلك راجعيه اجلسي معه و قولي له أخبرني ماذا لديك و ما عندك هل أنت مريض قولي له الكلام هذا كوني شجاعة و صريحة معه فإذا أبدالك يقول كيف خدعتني و كيف غشيتني هذه خديعة و غش و كذب و خيانة أما إذا قال لا طرع علي شيء يقول أنا كنت سليم فطرع علي شيء ممكن يكون سحر ممكن يكون عين مثلا ممكن تكون عقدة نفسية عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله دائلا و أنزل له دواء يعالج و يداوي بالرقع الشرعية بالذهاب إلى المستشفى إذا قال لا والله أنا حياة الزوجية ستكون هكذا هذه ما بحياة زوجية هذا لعب و استهتار فلك الحق الكامل في مفارقته يونس من العراق بارك الله فيه يقول عملي 13 سنة أسأل هل تربية الطيور في الأقفاص في البيت حلال و كيف تأخذ أرواح الحيوانات عند موتها يونس بارك الله فيك و رضي الله عنك و أسأل الله تعالى أن يحفظك لوالديك بارك الله فيك ابني نعم يجوز شراء الطيور و وضعها في الأقفاص و التلذذ بتغريد الطير و بأصوات الطيور يجوز هذا نص العلماء على جواز ذلك أما قضية قبض الروح نعم الحيوانات أيضا تقبض أرواحها و لذلك الحيوانات أيضا تحشر يوم القيام الحيوانات كلها تحشر يوم القيام ثم يقول الله عز وجل بعدما يقتص من بعضها لبعض يقول كوني ترابة فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابة بارك الله فيك يجوز شراء الطيور و وضعها في الأقفاص لكن أهم شيء ابني بارك الله فيك أنك تحافظ عليها من حيث توفير الطعام و الشراب و تبعدها عن كل ما يسبب في هلاكها من الحر الشديد أو البرد الشديد أو وضعها تحت المطر تنتبه لهذا بارك الله فيك أبو محسن من أمريكا يقول رزقت بولد و أسميته محسن على اسم خالي خالي لإسم من قبل ما أتزوج يقول و حصل أن الوالد كان معارض و أنا الآن في حيرة أريد أن أسميه و ما أريد أن أزع الأبي أبو محسن بارك الله فيك من أمريكا تريد نصيحتي أترك هذا الاسم مدام الوالد غير مقتنع رضا الوالد أبدأ من الإصرار على مثل هذا الاسم الأسماء كثيرة و لله الحمد و المنه مدام والدك ترى بأنه مصر على تغيير هذا الاسم و عدم الاقتناع به و ربما الوالد يعني إذا أصريت على ذلك أخذ منك موقف و اش تسوى الدنيا عندك ما تسوى الله شيء الوالد هو رأس مالك الوالد هو رأس مالك فأنصحك بأنك تطيع الوالد و ستدخل السرور عليه تقول له يا أبو أنت ماذا تريد تشوف تأثر الوالد و يمكن أنه يندم أحيانا يقول ليه أني وافقت عليه و ممكن يقول لك خلاص مدام يشوف أنت بار فيه مثل هذا البر قد يقول لك سمي ما تشاء فاحرص على بر الوالد بارك الله فيك محمد علي من السودان يقول أنا مقيم في الإمارات يقول لدي السؤال بالنسبة لي الصلوات الجمعة اللي فاتت علي إذا لحقت على آخر ركعة في السجود هل أصل لركعتين أو أربع محمد علي بارك الله فيك أولا أنت قلت صلوات الجمعة و أنا والله يعني قلت كيف صلوات الجمعة هل أنت دائما هذه طريقتك مسألة خطيرة النبي عليه الصلاة و السلام قال من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه طبع الله على قلبه و لذلك الأمر خطير فاحرص بارك الله فيك أنك تأتي إلى الجمعة مبكرا أو تأتي في الوقت اللي يعني يقوم الخطيفة على المنبر الأمر الثاني إذا ما أدركت الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة أصبحت صلاة الظهر فاتت عليك الجمعة فاتت عليك صلاة الجمعة تصليها ظهرا أربع ركعات بارك الله فيك أم محمد من عجمان تقول هل في الصلاة الإبراهيمية يجب أن نقول اللهم صلي على سيدنا محمد أم نقول اللهم صلي على محمد أختم محمد من عجمان صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما في الصلاة في التشهد ما فيها اللهم صلي على سيدنا التسييد هذا خارج الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي فكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الصيغ الواردة في ألفاظ الأقوال في الصلاة ما ثبت لفظة التسييد ولذلك تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر أم محمد من العراق تسأل تقول هل اسم مينة فيه إشكال أختي أم محمد من العراق والله ما أعرف هذا الاسم واضح بأنه اسم أعجمي وليس بعربي فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة تختارين من الأسماء العربية الأسماء الإسلامية الأسماء الطيبة بعيد عن إدخال البنية هذه في مثل هذه القضايا ربما البنت كبرت فبدأ زميلاتها و صديقاتها في المدرسة أو في الحارة أو في أقارب عيرونها هذا اسم غير عربي هذا اسم غير مسلم هذا اسم قبيح أو شيء فما في داعي يا أختي الفاضلة تورطين البنت لأن سبحان الله الأسماء تؤثر على نفسية الأولاد اختاري لها اسم من أسماء الطيبة الحمد لله الأسماء كثيرة ولله الحمد والمن أم دلال من اليمن تسأل تقول يعني في رمضان يصلي الإمام التراويح و القيام و نحن نصلي معه نقرأ الفاتحة و نستمع له بس و إلا هو يقرأ سورة و نحن نقرأ معه يا أم دلال بارك الله فيك بالنسبة لإذا صليتم خلف الإمام في صلاة التراويح و قرأ الفاتحة تنصتون و تستمعون إليه فإذا انتهى من الفاتحة تقرؤون الفاتحة حتى لو كان يقرأ هو سورة بعد الفاتحة و إذا خلصتم الفاتحة تستمعون لقراءته ما تقرؤون لأن الفاتحة هي الوحيدة التي تقرأ للإمام و المؤموم و للمنفرد بارك الله فيك و في جميع المسلمين أم يوسف من مكة المملكة العربية السعودية تقول لدى جد أرض قبل لا يموت جعلها وقف و وصى قال ثلث لذريتهم و ثلث عابر السبيل و ثلث للمحتاجين و نحن و إخوة فيه مننا المحتاج و غير المحتاج هل يجوز لنا بيع الأرض بالكامل و أخذ المال أم فقط يحلنا بما وصى به للذرية أختي أم يوسف بارك الله فيك بالنسبة لجدك رحمة الله عليه و واضح بأنه أوصى بالثلث و جعل الثلث ثلاثة أثلاث ثلث للذرية و ثلث لعابر السبيل اللي هو المسافر و ثلث للمحتاجين للذرية لكم فقط ما يجوز لكم أن تخلطوا هذه الأشياء لأنه لا بد أن تتقيدوا بشرط الواقف بشرط المتصدق هو الآن قال لكم هذا الثلث من تركتي ثلاثة أثلاث ثلث للذرية لكم و ثلث لعابر سبيل المنقطع و ثلث للمحتاجين من الفقراء ما تخلطون هذه الأمور و لا تكتمون الوصية و لا الشهادة بارك الله فيكم لأن الله تعالى يقول و من يكتمها فإنه آثم قلبه وقت البرنامج انتهى لكن الأسئلة ما انتهت الأسئلة كثيرة إن شاء الله غدا بحول الله أكمل بقية الأسئلة الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب و أسأل الله تعالى لي و لكم التوفيق و السداد و العلم الناف و العمل الصالح السلام عليكم و رحمة الله و بركاته